قال أبو العتاهية لأبكين على نفسي وحق ليه يا عين لا تبخلي عني بعبرتيه لأبكين لفقدان الشباب وقد نادى المشيب عن الدنيا برحلتيه لأبكين على نفسي فيسعدني عين مؤرقة تبكي لفرقتيه لأبكين على نفسي فيسعدني أهلي ومن كان حولي من أحبتيه لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ووحدتيه يا بيت بيت الردى يا بيت منقطعي يا بيت بيت الردى يا بيت غربتيه يا بيت بيت النوى عن كل ذي ثقة يا بيت بيت الردى يا بيت وحشتيه يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق ملطجعي يا بعد شقتيا يا عين كم عبرة لي غير مشكلة إن كنت منتفعا يوما بعبرتيه يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي أما الزمان فقد أودى بجدتيه يا كربتي يوم لا جار يبر ولا مولا ينفس إلا الله كربتيه يوما أقلب فيه شاخصا بصري تميد بي في حياض الموت سكرتيه إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد رددت غصتيه إذ حثبي علق عال وحشرج في صدري ودارت لكرب الموت مقلتية أمسي وأصبح في لهو وفي لعب ماذا أضيع في يومي وليلتيه إني لأله وأيامي تنقلني حتى تسد بي الأيام حفرتية يا نفس ضيعت أيام الشباب وهذا الشيب فاعتبري بالشيب عبرتية يا نفس ويحكم الدنيا بباقية فشمري واجعلي في الموت فكرتية لإن ركنت إلى الدنيا وزينتها لأخرجن من الدنيا بحسرتية أشكو إلى الله تضيعي ومسكنتي أشكو إلى الله تقصيري وقسوتية والله والله رب المستعان به والله رب به حولي وقوتي المال ما كان قدامي لآخرتي ما لم أقدمه من مالي فليس لي يا نفسي